لم تعد يده مطلقة في تقليب أوراق السياسة الخارجية والداخلية من منصة البيت الأبيض كما اعتاد على ذلك منذ توليه السلطة دونالد ترامب بلا قاعدة سياسية داعمة في مجلس النواب الذي شغله الديمقراطيون بأغلبية تعطيهم حق التشريع والتمدد إلى عمق المشهد الأمريكي من جديد وربما التصادم مع جمهوري ترامب الذين احتفظوا بأغلبية مجلس الشيوخ ملفات عديدة كالتنوع العرقي والهجرة والتجارة الحرة إضافة إلى قضايا الشرق الأوسط أخذت منحا مختلفا في عهد ترامب عما كان عليه سلفه الديمقراطي باراك أوباما إلا أن هذا المنح قد يعود إلى ما قبل عام 2016 وهذا ما لوحت به زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوسي التي وعدت بفرض ضوابط ومحاسبة على إدارة ترامب حيث سيمسك الديمقراطيون بزمام سلطات الإشراف التشريعي والموافقة على الميزانيات المعنية بالسياسة الخارجية والأمن القومي وقد يصل الأمر إلى أبعد من ذلك وضع قيود على تمويل حروب أمريكا في سوريا والعراق وأفغانستان كما لا يستبعد مراقبون أن تفرض نتائج الانتخابات الأمريكية النصفية تغييرا في ملف العقوبات على إيران لا سيما وأن الديمقراطيين يتبنون موقفا مؤيدا للاتفاق النووي مع طهران ضمن الشروط التي وضعها باراك أوباما أما عن ترامب نفسه فيتجاهل أهمية سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب ويقلل من أهمية هذا الحدث ويقول عن نتائج انتخابات السادس من تشرين الثاني إنها حققت نجاحا هائلا وهذه رسائل يوجهها للديمقراطيين أنه سيواصل سياساته السابقة على المستويين الداخلي والخارجي وذلك ما يشير إلى تعنت من الرجل يقفز فوق الواقع الجديد في الساحة السياسية الأمريكية الأمر الذي يبعث نذر صراع بين السلطات التشريعية والتنفيذية قد تؤدي إلى شلل المؤسسات في واشنطن